نفذ قطاع المحامين في تونس إضراباً عاماً احتجاجاً على اعتداء بالضرب تعرضت له زميلة لهم في مركز الشرطة بالعاصمة ياتي الإضراب في ظل تفاقم الاحتجاجات على قانون منع الاعتداء على رجال الأمن وصل غضب محامي تونس حد أعلان إضراب عام في كل أنحاء البلاد دعماً لحق زميلتهم المحامية في ملاحقة رئيس مركز للشرطة اعتدى عليها بالعنف عندما كانت تنوب عن موكل لها في المركز قبل أيام وعند تقديمها شكوى إلى القضاء قرر قاضي تحقيق مقاضات رئيس مركز الشرطة من دون اعتقاله أمر اعتبرته المحامية المعتدى عليها ضرباً لكامل قطاع المحامات أنا تعرضت الاعتداء داخل مركز الأمن بالمروج الخامس وهذا موثق ومثبت بفيديوهات متع كاميرا المراقبة التي تحصلنا عليها بعد عناء شديد من ثم نلقى برشة إخلالات وتجاوزات في السلطة القضائية ما بين النيابة العمومية إلى حد الوصول إلى حاكم التحقيق أقول هنا اليوم موقفين وقفة احتجاجية واضراب عام داخل جميع محاكم البلاد التونسية لا لي شيء إلا لسق للقضاء ولا لي سياسة الإفلات من العقاب تضامن المحامين مع زميلتهم في قضيتها يأتي بعد تراكم عدد من التجاوزات الأمنية في حق المحامين والمواطنين حسب قيادات قطاع المحامات ومن أبرز مطالبهم احترام حرمة هذا القطاع ننبه المؤسسة الأمنية نريد أن يكون أمننا جمهوري لا نريد شيطانة المؤسسة الأمنية لأنه بدون مؤسسة أمنية ستكون الفوضى تعامل البلاد لا قدر الله لذلك نريد من المؤسسة الأمنية نفسها أن تصلح هذا السورة ولا نريد أكثر من إرجاع الكرامة للزميلة وإرجاع الكرامة لمهنة المحامات وعلى القضاء أن يتحمل مسؤوليته في ذلك إضراب المحامين العام يذكر بمسيرات احتجاجية ضد قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح قانون أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الشبابية والسياسية لاحتوائه فصولاً تحصن الأمنيين من الملاحقة في حالة تجاوزهم للقانون وتكمم أفواه المنتقدين حسب المحتجين يلتحق قطاع المحامين بجزء واسع من الشارع التونسي خاصة الشباب منه في موجة رفض لما يسمونه تغول القوات الحاملة للسلاح على حقوق المواطنين في مشهد يعيد إلى الأذهان معركة الحريات مرة أخرى في تونس توازياً مع المعارك الاجتماعية الأخرى سيف الدين العام ريسكاي نيوز عربية تونس نزيد من المتابعة معنا من تونس المحامي والناشط عبد الحميد بن مصباح والكاتب والباحث السياسي بحري العرفاوي أهلاً بكم أبدأ معك أستاذ عبد الحميد نتحدث عن هذه القضية قضية نسرين القرناح إلى أي حد برأيك تدخن في منعرج خطير على استقلالية القضاء في تونس؟ في الحقيقة لا يمكن لهذه الحادثة إلا أن تكون حلقة إضافية في ما يعتبره المحامون نظالات من أجل الديمقراطية ومن أجل استقلالية القضاء واستقلالية القضاء أيضاً هي ليست معركة ضد القضاء بقدر ما هي معركة من أجل القضاء ومن أجل القضاء المحامون والقضاء دائماً ما نتحدث عن أنهما جناحي العدالة ولا عيش لأحدهما دون الآخر ولكن أيضاً هذا العيش المشترك يفترض حدوداً ومن التواصل متينة ويفترض أيضاً أن لا يخل الواحد منهما بواجبه تجاه الآخر تقديرنا أن ما حصل خلال الأيام الأخيرة في ملف الأستاذ القرناح كان إلى حد ما أن القضاء لم يقم بدوره كما كان يجب عليه أن ينبغي أن يقوم به في تقدير هياكل المحامين وفي تقدير تقريباً جل المتابعين للشأن القضائي والشأن السياسي لماذا لم يقم بدوره السيد عبد الحميد؟ لأنه جهات أخرى والحديث هنا عن نقابات الأمنية هي التي تؤثر على القضاء هو ما أدى إلى ذلك؟ التقدير هو أنه لا حديث عن القضاء ككل هناك بعض السيد القضاء ممن لم يقوم بدورهم لا حديث ولا حرج كبير على النيابة العمومية في مستوى الإحالة ربما ما حمل من قبل هياكل المحامات على قاضي التحقيق المتعهد لأنه في ملفات مماثلة وفي أحداث أقل خطورة من هذه بكثير نراهم يتخذون إجراءات صارمة تجاه المعتدين في واقعة الحال ربما كان الأمر يكون عادياً لو لم تكن من أدلة الأثبات صور الكاميرا وهي واضحة فاضحة بحيث لا لبس ولا نقاش في ارتكاب الجرم المرتكب عليه طالما أن ربما في وقائع مماثلة اتخذوا إجراءات احتياطية أكثر صرامة تتمثلوا في الإيقاف كان أحرى بهم في ملف كهذا أن يتخذوا ذات الإجراء خاصة وأن مرتكب الفعل هو موظف عمومي وهو ظرف تشديد ولا يمكن أن يقبل على أنه ظرف تخفيف فوجئ الجميع بالقرار الصادم لقاضي التحقيق بإبقاء المتهم في حالة صراح والحال أن كل المؤشرات كانت تدل على أنه سيتخذ إجراءات احتياطية أكثر صرامة في علاقة بالملف ما رأيك أستاذ بحر العرفاوي في هذه النقطة؟ يعني مدير مركز الشرطة الذي اعتدى حسب ما يتم الحديث عنه عن هذه المحامية استدعية للقضاء حكم لكن أطلق صراحه كيف نفسر ذلك؟ تحية لكم والأستاذ المتابعين أعتقد أننا قبالة منظومتين تبدوان متعارذتين رغم أن المنطق يفترض أن تكون متعاونتين من أجل ضمان الحقوق والحريات وتحقيق الأمن وإعادة الحقوق للناس ولكن تاريخيا ارتبطت المنظومة الأمنية بمفهوم دعني أقول بندفرين مفهوم قمعي بسبب النظام السياسي وليس بسبب خيار الجهاز الأمني لأن النظام السياسي هو الذي يكيف الجهاز الأمني في حين أن المنظومة المحامات أو منظومة القضاء ارتبطت بالقانون وبالحريات ثم على مستوى الممارسة رأينا أن القضاءات والمحاميين كانوا من أول المساهمين في ثورة 14 جانفي وكانوا من قادة الرأي ومن قادة أشواق الحرية والتحرر في 2011 في حين أن المنظومة الأمنية أو الجهاز الأمني ظل يجر تاريخا ليس جيدا في أعين التونسيين مرتبطا بالقمع طيب احنا تعدين هذه الفترة أستاذ بحري اسمح لي على المقاطعة ألا يفترض بعد الثورة أن لا أحد يفلت من العقاب الآن ما يحدث أن الأجهزة الأمنية تفلت من العقاب ربما حتى سن هذا القانون الذي سيمرر في البرلمان سيساعدهم في ذلك هذا هو المطلوب فعلا أنا أردت أن أتحدث عن ما يستحبه الأمن في جهازه النفسي لحد الآن ما زال مسكونا بذلك القوة الباطشة ما الذي يجعل أمنين يعتدي على محامية بما تمثله من حماية القانون دفاع عن الحقوق يعتدي على محامية حسب ما أثبتته يعني الصور لماذا أطلق القاضي المتعهد بالقضية لم يوقف المعتدي؟ لماذا؟ هل كان بسبب تعرضه لضغط الأمنين؟ نحن نعرف أن المحكمة كانت يومها محاصرة بالنقابات الأمنية هل كان موقفه متجانسا مع الأمنيين؟ لا أظن ذلك أعتقد أنها لحظة إنسانية يعني لحظة إنسانية بمعنى أنها لحظة بشرية لحظة خوف وهنا كان يمكن للجهاز القضائي أن يعبر عن رفضه لهذا الموقف وأن يقول أن هذا المحامي تصرف في لحظة خوف وأن موقفه لم يكن موقفا صائبا وهذا ربما يرمم القطيع التي قد تحصل بين الجهاز المحامات والجهاز القضائي لذين هما جناحان كما يقول أستاذ المحترم أنهما جناحان وأنهما يتعاونان ويتضامنان في تحقيق الحريات وفي ضمان الحقوق وفي منع الاعتداءات على ذلك للنقابات أستاذ بحري نعم على ذلك للنقابات وأسأل هنا أستاذ عبد الحميد هل دور هذه النقابات الدفاع من أجل تحسين عمل الأمنيين أم الاتجاه هو أنه باتت تتسلط على المواطنين على المحامين وعلى القضاة كيف نفسر ذلك؟ الأصل في العمل النقابي سواء تعلق الأمر بنقابات أمنية أو غيرها من النقابات هي خدمة مصالح منظوريها وبالأساس هذه الخدمة هي الخدمة الاقتصادية والاجتماعية وربما بدرجة ثانوية حتى لا أقول هامشية ما كان منها مرتبطا بما قد نسميه المصلحة السياسية أو المنافع السياسية بالنسبة إلى النقابات الأمنية ومنذ تشكلها وليس هنا المجال لأن نتحدث هل من المنطق السليم أن تكون هناك نقابات لهياك الحامل للسلاح هذا موضوع كبير ويطول فيه الجدل وتقديري أنه يفترض في كل القوات الحاملة للسلاح أن لا تتنظم في إطار عمل نقابي لما في ذلك من خطورة تتهدد الأمن العام ككل ربما لو توسعنا في هذا لا رأينا ربما قريبا نقابات للجيش وهو ما لا يمكن أن يقبله منطق أو قانون النقابات الأمنية تقريبا ومنذ تشكلها المحدد الرئيسي أو الهدف الرئيسي هي هذه الملفات الحارقة التي تتعلق بالتجاوزات التي يرتكبها منظورها وهي تجاوزات تكررت والمنطق العام الذي يحكمها هي النصر أيا كانت الواقعة وأيا كانت الأحداث وأيا كانت المتضرر تتعامل بمنطق أنصر أخاك ظالما أو مظلوما وهو تقدير ما لا يتناسب مع فلسفة العمل النقابي بصفة عامة وبصفة أخص فلسفة العمل النقابي الخاص بجهة حاملة للسلاح وأقول جيدا حاملة للسلاح أستاذ بحري دخول قطاعات الأمن والقضاء والمحامات في صراعات كالتي نشاهدها على الساحة إلى أي حد يعمق الأزمة داخل تونس ويلقي بذلاله على الحكومة ويفقد الثقة بين الشارع والطبقة السياسية هذا بالتأكيد مظهر ليس جيدا سواء كان بالنسبة للمصار الديمقراطي أو بالنسبة للمصار العدالة أو الإنسجام المجتمعي وللنظام السياسي هذا أمر بالتأكيد غير جيد ودائما نحتاج إلى عقلاء في كل الأطراف الذين يقدرون على تسوية هذه الخلافات أو هذه الصراعات حتى لا تتحول إلى مشاكل يمكن أن تتسع الجهاز القضائي هو جهاز مسؤول بالتأكيد الجهاز المحامون وهم قطاع واسع وهم رجال قانون وهم ناس وطنيون ويدافعون عن الحقوق وعن الحريات وهم مسؤولون ووطنيون ولا أعتقدوا أن الأمر سيتحول إلى معركة حقيقية بقية ثمة إشكال وأنتم رأيتم تابعتم ردود فعل الشباب سواء كانوا في احتجاجات في الشارع أو على مستوى الصفحات الفيسبوك تجاه هذا المشروع مشروع زجر الاعتداء على الأمنيين هناك تخوف حقيقي من أن يستعمل هذا القانون للإفلات من العقاب ونحن رأينا اليوم وقفة المحامين كانت تحت شعار لا للضغط على القضاء لا للإفلات هل النهضة مع تمرين هذا القانون سيد بحري؟ في الحقيقة يعني لم تصدر إلى حد الآن مواقف من حركة النهضة مواقف واضحة ولا أعتقدوا لأن بالنظر إلى ردود فعل الشارع ورفض الشارع النهضة دائما تبحث عن حلول وسط ربما إما أن يقع تعديل هذا القانون أو نزع أنيابه ومخالبه بما يضمن للأمنيين كرماتهم وحرياتهم ضمن تصور أو فلسفة مواطنية باعتبارهم مواطنين ككل الناس وليس باعتبارهم مميزين ولكن البعض يقول غير ذلك أستاذ بحري عندما نكون ما زلنا بحق نعم البعض يقول غير ذلك يقول بأن النهضة مع تمرير هذا القانون لكسب ود القطاعات الأمنية لأنها تبحث عن مكاسب سياسية في النهاية كل حزب يبحث عن مكاسب سياسية نعتقد أن حركة النهضة البراجماتية تبحث على أن لا تتورط في موقف عدائي تجاه المنظومة الأمنية وفي نفس الوقت أن لا تعطي للأمنيين ما يمكنهم ربما في يوم ما أن ينكلوا بها وهي تعرف ما الذي حصل لها طيلة عقدين في زمن الحكم استبدادي النهضويون هم أكثر أناس تعرضوا إلى الأذى وتعرضوا إلى التعذيب وتعرضوا إلى اغتصاب والتشريد إلى غير ذلك مناظلو حركة النهضة ليسوا أغبياء هم براجماتيون وأعتقدوا أنهم لن يمرروا القانون بسيغته الحالية ربما إما يقع تأجيل التصويت عليه أو يقع إفراغه من أو كسر أنيابه إذا شئت وإفراغه من سمومه التي قد يقع استغلالها من قبل بعض الأمنيين أنا لا أقول أن الجهاز الأمني هو جهاز سيء لا هو ما يحدث فيه كثيرا ما يكون تصرفات فردية شخصية ما حصل زمان بن علي كانت سياسة النظام وليست سياسة المنظومة هذه نقطة واضحة أستاذ عبد الحميد كيف نتوقع ما صار المعركة بين المحامين والأمنيين وكيف ممكن أن يؤثر على أداء الحكومة لأن هناك تجاذبات وسراعات وبالتالي هناك عبء أكبر يقع على الحكومة كيف تتصور ذلك هذه ليست ربما الواقعة الأولى ولن تكون الواقعة الأخيرة سواء في علاقة بالتشنجات بين المحامين والقضاة أو بين المحامين والجهاز الأمني هناك واقعة سابقة أصلا في بنعروس ذاتها في نفس المحكمة بين القضاة والأمنيين وقد شهدنا انتصارا من المحامين للقضاة وكانت تحركات مشتركة ربما هذه الأجسام الثلاثة محكومة بأن تتعايش ولا يمكن لأحد من هذه الأجسام أن يتعايش بمعزل عن الآخر المحاكمة لا تستقيم إلا إذا حكم القاضي وإذا دفع أو دافع المحامي والأمني هو الذي يؤمن المحاكمة والمحكوم من الوجهة الأمنية إذن هم أجسام محكومون بأن يتعايشوا ولكن في كنف القانون وفي كنف أن يتوقف كل عند حدوده المضبوطة بالضوابة القانونية وبالضوابة الأخلاقية ودون ذلك يجب على الإرادة السياسية ممثلة في الجهات ربما المراقبة لهذا المشهد باعتبار أن لا يمكن أن نتحدث عن تدخل السلطة التنفيذية في القضاء أو أن نتحدث عن تدخل وزارة العدل في المحامين باعتبار أن القضاء سلطة مستقلة وباعتبار أن هياكل المحامين أيضا هي هياكل مستقلة ولكن تقديرنا أنه من الواجب ومن المتحتم أن يقع احترام القانون وأن يتوقف كل عند حدود ما هو مرسوم خاصة بالنسبة إلى الهياكل الأمنية التي ربما تكررت أخطأها في المدة الأخيرة شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الحميد بين مصباح المحامي والناشط وأيضا أشكر بحري العرفاوي الكاتب والبحث السياسي كنتما معي من تونس شكرا لكم شكرا لكم